أين يحيى السنوار؟ هذا السؤال فرض نفسه على مدى الأشهر الماضية وبين الفينة والأخرى تنشر تخمينات وتخرج تقارير إسرائيلية بشأن مكان السنوار المتهم بأنه العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر 21 الماضي وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على الحرب يعود اسم السنوار إلى الواجهة بقوة بعد أن نشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا قال إنه يظهر زعيم حركة حماس في غزة وهو يتحرك داخل نفق في القطاع برفقة أبنائه وزوجته ومرافق له المقطع الذي تبلغ مدته نحو دقيقة يظهر رجلا وهو يقود مجموعة من الأشخاص من نفق إلى آخر يقول الجيش الإسرائيلي إنه إبراهيم السنوار وهو شقيق قائد حماس المطلوب من خلفه تظهر سيدة وطفلة وصبيان يتبعهم رجل آخر وضع الجيش الإسرائيلي حوله علامة حمراء وقال إنه يحيى السنوار كما ترون فإنه لا يبدو من الواضح من هو هذا الرجل لا يبدو منه إلا ظهره من غير الواضح إن كان هو السنوار الذي لم يظهر علنا منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين أول أكتوبر على البلدات الإسرائيلية في جنوب إسرائيل المحيطة بالقطاع لكن الجيش الإسرائيلي يقول إنه تعرف على السنوار سنادا إلى شكل الأذنين وباستخدام الذكاء الصنعي وفق ما ذكرته القناة الثانية عشر الإسرائيلية وهذه هي المرة الأولى التي يبط فيها الجيش الإسرائيلي فيديو عن السنوار منذ بداية الحرب وتقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الفيديو التقط من كاميرات مراقبة نصبتها حماس داخل نفق في خان يونس سيطرت عليه القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة أما تاريخ التقاط الفيديو فيعود بحسب مواقع إسرائيلية إلى العاشر من أكتوبر الماضي أي بعد ثلاثة أيام فقط من هجوم حماس المباغت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري لم يحدد تاريخ تصوير الفيديو لكنه أشار إلى أنهم حصلوا عليه مؤخرا بعد اكتشافهم لنفق على عمق عشرات الأمتار تحت الأرض لنستمع إلى ما قاله هاجاري بخصوص هذا المقطع يهتم قادة حماس بعائلاتهم وأموالهم ولا يهتمون بأي شيء آخر يحيى السنوار مهتم فقط ببقائه على حساب أهل غزة هذا الفيديو الذي تم تصويره في خان يونس هو واحد من بين مقاطع عديدة لقد تمت تسوية حماس سيتم تفكيك حماس وعلى قادة حماس أينما يختبئون أن يعلموا أنهم في وقت ضائع وسوف نستمر في بذل كل ما في وسعنا لتحقيق مهمتنا وحتى اللحظة لم يصدر أي تعليق من حركة حماس على الفيديو الذي عرضه الجيش الإسرائيلي والذي أتبعه أيضا بمقطع آخر يظهر جنودا وهم يقومون بجولة فيما يبدو كأنه مجمع أو بيت داخل نفق اشتركوا في القناة